يقول المؤلف رحمة الله عليه باب الاستطابة وقد يعبر عنه بالاستطابة أو بالاستنجاء أو باستعمال الماء أو باستعمال الأحجار الذي يقال عنه الاستجمار أو يقال عنه آداب قضاء الحاجة تعبيرات كثيرة والمراد هو تطيب المحل من خبث النجاسة القاعدة أن النجاسة حكم شرعي ليس حكما عقليا بمجرد أنك ترى الشيء فتستقديره إذا حكمت عليه بأنه نجس لا لا بد أن يأخذ الحكم من نص الشارع فيقال هذا نجس أو غير نجس فمثلا البول يقال هذا نجس فقد يعبر عنه بلغة الشارع بالنجاسة أو يعبر عنه بأن طهور الشيء يكون بغسله من هذا الشيء فطهور الشيء يقابله نجاسته كقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إلى آخر الحديث فدل ذلك على أنه غير طاهر نجس إذا ولغ فيه واضح؟ هذه هي القاعدة فالقاعدة أن النجاسة لا بد من نص من الشارع استقدار الشيء تحريم الشيء في نص الشارع لا يستلزم أن يكون نجسا فليس كل ما حرم في نص الشارع استلزم أن يكون نجسا مثل ماذا؟ مثل مثلا السم هو محرم أكله محرم تناوله لكنه لا يدل على أنه نجس ونحوها من الأمثلة لن نتوسع بهذا خلونا ندخل في الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه فنقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخباث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم وهذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نستعيد بالله عز وجل والاستعاذة هي الاستجارة والالتجاء إلى الله عز وجل ليصرف عنك شر كل ذي شر كما أخبر أهل التفسير فحينئذ أنت تلجأ إلى الله عز وجل من شر هذا العالم الغيب الذي لا تشاهده ولا تراه لكنه يكثر في الفيافي والأماكن الواسعة هذه الأماكن الواسعة يشرع فيه هذا الدعاء